السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طالباتي طلابي ما كنتم تتابعوا فيها من كل أنحاء وليات الوطن اليوم حبيت مضطرة لألماط النصوص في الأدب العربي طبعا بما قلنا نحل سجي كامل قبل أن نحل سجيات كامل لازم تكون تعرفوا كامل ألماط النصوص كيف تكون كيف نجد أي نماط إذا لم يكن فأنا كنت العامل فات قمت لهم فيديو كامل عن ألماط النصوص كيف تخرجوهم وكنا لم تشرحوا كيف سيكون خصائصهم وبعض الأمثلة عليهم تلقوهم هذا كامل في صندوق الوصفة كان لا في فيديوهات العامل فات تلقوهم كامل في صندوق الوصف ورحوا بسرعة وشاهدوا وتسافدوا كامل إن شاء الله لا أحبت أن تقرر فيديو هذا لأننا نترى النقاط لقد قمت لهمها عاليا في الفيديو المهم أنتم لا يجب أن تفهموا الدرس سوف نبدأوا نحل مع بعضنا لذلك تكونوا أكيد مستعدين وتكونوا مفاهمين وعرفين ما قادر نفعله بسرعة تلقوه كامل للرابط وكبسوا عليه ويقوموا بكامل فيديو وكذلك لا تنسوا أن تفعلوا جامله واتقوموا بكامل أصدقائكم بل لكم محتاجين ويحبون أن يستفيدوا كامل أنتم لا يمكنكم أفيدوهم وفي هذا الفيديو لا تنسوا أن تدعموني بجام تابعوني في اللاشان لا تشاهدوا أول مرة تشاهدوا الفيديو هذا اتضغطوا على زر سبسكرايب الأحمر وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم أي جديد ننزله لكم إن شاء الله فترة على فترة ونحبكم بزاف ونتمنى لكم التوفيق وأبدا ونقول لكم اشاهدوني في فيديوهات أخرى دمتم في أمان الله وحفظ به يوليكا